بحسب مسؤول أيضا في نادي الزمالك أكد لنا أن في خلاف في وجهات النظر ما بين مسؤولي نادي الزمالك وجوزي جوميز بسبب سيف جعفر إيه الحكاية؟ جوزي جوميز مش مقتنع بسيف جعفر وطالب برحيله عشان يحصل على فرصة للمشاركة أساسية اللاعب رافض أنه يرحل عن الزمالك وأكد تمسكه بالفرصة لكن جوميز طالب إعارة اللاعب واللاعب رفض الأمر تماما وطالب أنه يبقى بيعه نهائي لو هيمشي من نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك بقى بيحاولوا دلوقتي يقنعوا جوميز أنه اللاعب يبقى جوميز دي الحاجة الوحيدة اللي مدايقة جوا نادي الزمالك بجيبلك من آخر أنه في حاجات مبقاش عايزها وبيتقال له حاول وجرب خد مشلاك هينفع كمل مع سيف ماشي في حاجات هوا بس مبقاش عايزها قوي أحيانا بيبقى فيه ضغط عليه أنه يعملها أحيانا مش طول الوقت يعني دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطب بنادي الزمالك قال أن الطبيب الألماني اللي هيجري العملية الجراحية للونش اطلع على الخطة التأهلية والتدريبات لللاعب في جميع مراحلها بالإضافة للكلاسات الطبية والبدنية اللي خضع عليها المدافع الدولي خلال الفترة السابقة وسامة قال أن الطبيب الألماني أبدأ أعجابه بالبرنامج اللي خضه اللاعب والنتائج اللي حقاها وطم وضع خطة للونش من أجل المشاركة تدريجيا فيها التدريبات الجماعية ستبدأ بعد عودته مباشرة إلى القاهرة طبيب الزمالك قال أن مشاركة الونش في التدريبات الجماعية هتكون بشكل تدريجي وفقا للنظم علمية وأنه ده هيحصل بعد 4-6 أسابيع بعدها هيكون اللاعب جاهز للمشاركة فيه ألمران الجماعي بشكل تامي هم نتكلم تقريبا احنا قدامنا شهر ونص ونشوف الونش تاني منور في الملعب واحد من أهم المدافعين في مصر بنا يا ربي شفيه ويعفيه شهر ونص ويرجع مرة أخرى الونش بإذن الله نادي الزمالك ويرجع لمنتخب مصر